موسيقى يعني أنا رجعت بمعنى عود أو عائد أنا عدت من أجازتي في بارس بص يا شباب وسائل المواصلات في منها نوعين في نوع ينفع نوع فيه زي train bus plane وفي نوع زي car والمواصلات الصغيرة دي we can't stand ما بنقدرش نقف فيه فلما نيجي نركب وسيلة مواصلات كبيرة من اللي نقدر نقف فيها يركب هنا بمعنى get on بمعنى get on دي بتيجي مع مين بقى مع bus train أي وسيلة مواصلات تعرف تقف فيها يبقى get on يعني يركب ينزل من وسيلة المواصلات دي يعني get off يبقى get on وget off يركب وينزل المواصلات اللي بتقف فيها لكن المواصلات اللي ما تعرفتش تقف فيها يركب يعني get into وينزل يعني get out of يبقى أنا هنا get on قلنا تيجي مع bus وترين وأي وسيلة مواصلات تقدر تقف فيها get into دي بقى لكار وي تاكسي والمواصلات اللي ما تعرفتش تقف فيها get out of دي تنزل من وسيلة مواصلات صغيرة car taxi get off تنزل من وسيلة مواصلات بتعرف تقف فيها العمثلة بتعتي ألي I got on the bus I got on the train I get into the car I get into the taxi I got out of the taxi I got out of the car she got off she got off the bus she got off the train عندنا expressions مهمة have a view of the city يعني يطل على المدينة see soon بنقولها في نهاية الإيميل give examples يدي أمثلة how exciting ده مش سؤال ده تعبير عن الإعجاب how exciting يا له من شيء رعي عشان كده بنحط بعده علامة تعجب exclamation mark برضو لما بنسمع خبر وعش بنقول what a pity يا للأسرة what a pity that's interesting ده شيء شيف on the river في النهر ما نقول شيء in the river نقول on the river go on a boat go on a boat يذهب يذهب في رحلة بالقارب on a boat for example in bed for a holiday on the top على القمة هنا شباب man is talking to مازين بيتكلم الرجل مع مازين بيقوله what did you do yesterday مازين عملت يمبر مازين I went to the zoo أنا روحت الحديقة حديقة الحيوان oh that's interesting شيء شايق جدا did you enjoy the day هل استمتعت باليوم no I didn't لا ليه بقى بص لما بنسمع خبر وعش نقول ايه oh dear why not ليه طيب ما استمتعتش well حسنا first we went to see the monkeys اولا روحنا نشوف monkeys but they were all very tired بس كلهم كانوا متعبين وما شفناهم I think they were in bed عتقد انهم كانوا نيمين what a pity يا لالحسرة قلنا oh dear or what a pity لما نسمع خبر وعش so you didn't see them ما شفتهم مش يعني no we didn't لا then we went into a cave دخلنا كاف to see the bats عشان نشوف الخفافيش but it was dark الس الدنيا كان الضلمة جدا and I didn't see anything ما شفتش اي حاجة what did you do next عملتوا ايه بعد كده then we bought an ice cream and went to see the elephants اشترينا ice cream وروحنا نشوف الافيال it was bad time for them كان وقت الاستحمام بتاعهم wow how exciting له من شيء ممتع yes I enjoyed that انا استمتعت بدا but then sometimes something bad happened بعد كده حاجة وحشة حصل oh no what happened اللي حصل an elephant ate my ice cream واحد من الافيال اكل الايس كريم بتاعك هنا ده ايميل احنا عرفينا شباب الايميل بيبقى عندنا في الايميل from وطو وصبجكت from to subject from من مين المرسل اللي بعت الايميل from فاطمة to عزة وال subject my holiday اقول hi عزة i'm back from my holiday in paris رجعت من اجازتي باريس i had a wonderful time قضيت وقت رائع paris is a great city for a holiday مدينة رائعة تقضي فيها اجازة because there is so much to see and do لان في حاجات كتير نشوفها ونعملها هناك the food is delicious لازم تعرف معلومات عشان باريس عشان هتكتب عنها the food is delicious الاكل لذيذ i ate a lot of new things for example snails انا اكلت حاجات كتير جديدة علي على سبيل المثال اكلت snails اللي هو القواقع one day we climbed the eiffel tower في يوم من الايام هناك تسلقنا eiffel tower اللي هو برج ايفل and from the top we had a view of the city ومن على القمة شفنا منظر جميل للمدينة we visited museums and had a picnic in the luxembourg gardens طبعا زرنا المتاحف كتير وقضينا نزهة جميلة في luxembourg gardens في حضائق luxembourg we also went on a boat رحنا في رحلة بالمركب on the river scene في نار سين what a pity we didn't have time to go to the science museum ويالا الحسرة لم نستطع زيارة متحف العلوم لاني ما كانش عندنا وقت i also wanted to see the art at the louver كان نفسي برضو اشوف الفنون اللي في متحف louver but it was closed بس كان مغلق near our hotel بالقرب من الفندق بتاعنا there was a busy market كان فيه market بس زحمة i bought a t-shirt and some postcards اشتريت t-shirt وبعض الكروت i also bought you a souvenir اشتريت لك كمان هداية اسكرية it is a very small ايفل tower برج ايفل صغير كده you can put it next to your bed ممكن تعطي جنب سريرك it has got a light on the top تلاقي في ضوء على القمة بتاعته كده see you soon فاطمة بص الأماكن اللي في اللي نقدر نتكلم عنها in paris يا شباب قلنا ممكن تقول the food is delicious الأكل لذيذ تمام وتقول ان انا جربت أكل جديد for example snails ايه تاني في paris بقى the eiffel tower برج ايفل او the eiffel tower ايه كمان luxembourg gardens luxembourg gardens ايه كمان عندنا river scene نار السين science museum مطحف العلوم lover مطحف lover تمام يبقى دي كلها أماكن نقدر نكتب عنها لما نيجي نكتب عن a visit to paris عن زيارتنا حنان حنان and lena are talking حنان بتقول i went to the beach last weekend رحت الشاطئ بعطلت الأسبوع الماضي really بجد when we arrived لما وصلنا it was very windy الجو كان عاصف جدا oh dear we didn't want to swim in the sea وكناش عايزين نعوم في البحر what a pity يا للحسرة then the wind stopped توقفت الرياح and we went on a boat trip وخرجنا في ريحلة على المركض how exciting يا له من شيء ممتع we saw six big dolphins wow then my brother's phone fell into the water أخويا تلفونه واعب في المية oh no the phone was okay some new phones can go in water التلفون كان تمام بعض التلفونات الحديثة ممكن عادي تنزل في المية that's interesting ده شيء شاير بصينا بيعلمك الرد بص لما بنسمع خبر وحش بنقول ايه oh dear what a pity تمام حاجة بتعجبنا بنقول how exciting wow oh no دي لما نسمع خبر وحش برضو يبقى انا عندي للbad news الاخبار الوحشة بنقول oh dear what a pity oh no عشان هستعجب من حاجة بقى جميلة اقول how exciting wow عشان دا بيجلنا في المحاجسات that's interesting ده شيء ممتع last week i traveled from Cairo to Aswan سافرت من Qaira Aswan my father bought our tickets at Ramses station then we got on the train ركبنا العط there were people from many countries on the train كان فينا من دول كتير على العطر for example England and Australia the train left Cairo at 8 o'clock القطر غادر القاهرة 8 and soon we passed Giza عدين عال Giza I enjoyed the view from the window and I saw the night استمتعت بالمنظر كده من الشباك وشفت النيل there were lots of boats it was beautiful we arrived at Luxor at a quarter past six وصلنا ستة لربع تقريبا many tourists left the train here ناس كتير نزلوا من القطر they wanted to see the valley of the kings كانوا عايزين يزوروا ودي الملوك the train continued to Aswan والقطر استمر في رحلته من لقصر لأسوات we arrived there at 10 o'clock وصلنا الساعة عشر my uncle was there to meet us عمي كان مستنين عشان يقبلنا it was a wonderful journey كانت رحلة رائعة see you soon ده مازل تعالوا نحل مع بعض كده قولي شابنام I called Hannah yesterday but there was no response أنا اتصلت بهانا مبارح بس ما كانش في response رد what does this space mean it means no smoking what does this sign mean ماذا تعني اللافتة it means no smoking اللافتة معناها ممنوع التدخيل يلا يا صف you should follow the school rules يجب أن تتبع قواعد المدرسة أمل my friend sent me a space from paris postcard صاحبتي بعثتلي بطاقة بردية من paris لجنبا the people in egypt are very friendly الناس في مصر ودودين جدا يا عليا a place where you can watch plays is a theater مكان بنشوف في المصرح حيات هو theater المصرح my father bought our space at ramses station tickets بابا اشترى التزاكر من محطة رامسيس لجنبا hamdi went to buy rice but the shop was closed رح يشتري رز بس المحل كان قافل closed يلا رودي i have the book writer's space on my book signature أنا عندي توقيع الكاتب بتاع الكتاب على كتابي i have the writer's signature التوقيع بتاع الكاتب i prefer wearing space in summer they are comfortable open shoes sandals ده بيبقى حذاء مفتوح sandals ومريح وبيتلبس في الصيف the eiffel من على الدور قولي the eiffel the eiffel tower قولنا الف مرة النار برج eiffel the eiffel tower is a famous place in paris hamad ibrahim can you tell us what space after the accident what happened ممكن تقول لنا what happened ماذا حدث after the accident بعد الحادث hamza i lost i lost my kite yesterday it was very windy ضعت من الطيارة الولى ان الجو كان عاصف جدا معاز a or n is a small slow animal with a shell on its back snail الحاذون حيوان صغير وبطيء وعنده صدفة على ظهر he had where did you go for a holiday صح اين ذهبت لقضاء الاجازة i went to dhab قولي اياد i saw many things from the top of the tower bravo انا شفت عاجات كتير من على قمة البرج responding to news قلنا بيعلمني ان انا ارد على الاخبار او الاستجابة للاخبار واحد بيقول i have tickets to see the new play at the theater انا معايا تزاكر عشان اشوف المسرع عاياة جديدة في المسرع how interesting how exciting hamdi went to the shops to buy rice but the shop was closed oh dear there is a good film on tv this evening في فيلم حل really بجد my favorite football team 150 فريق المفضل فاس 5 صف واو my favorite football team lost 0 5 فريق المفضل خسر 5 صف oh no what a pity يبقى عارفنا ازاي بنرد على الاخبار فهنا ميديني امثلة بقى محسن did very well at the exam حل حلو عاول في الامتحان how was the exam الامتحان كان عامل ايه it was very easy yes yes i got the result طالما الاجابة بyes او no بنسأل بفعل مساعد مفيش فعل مساعد رحنا لده ماضي يبقى تسأل بمين did did you did you ايه get نجيب الفعل في المصدر عشان did did you get the result هل حصلت على النتيجة yes i got the result هنا بقى هنقول ايه wow that's so fast ده حاجة سريعة جدا i got a hundred جبت مية يبقى جبت كان دي هنقولها ازاي من اللي عارف i got a hundred انا جبت مية يبقى عايز اقوله انت جبت كام bravo عليك ممتاز what did you get what did you get جبت كام i got a hundred انا جبت مية what did you get i got a hundred هنا انا جبت مية يبقى هنقوله زي ما بنستجيب للأكبار الحلو هنقول ايه واو هنقول how interesting how interesting you are very clever انت شاطر جد but my friend couldn't pass the exam بس صاحبي لم يجتزل الامتحان oh no what a pity what a pity what a pity يا لالحسرة بنقولها برضو عشان نبدأ خبر وعش running tips بس في نصائح للكتابة الشباب طبعا الايميل احنا عارفين بنبدأ dear فلان و هنكتب بص لو انت بتبعت لحد صاحبك بتبعت بدل ما تقوله dear بتقوله hi يعني مثلا هابعت لصاحب عمر هقوله hi عمر اوكي للصحاب والأسرة بيتكلام بيبقى اسمه informal كلام غير رسمي لكن ببعت ايميل لحد بقى شركة لحد اكبر مني مديري فلازم بقول ايه dear فلان وبنبدأ بقى الايميل بتلات جمل افتتاحية كده اللي هما هقول i'm very glad to write to you انا فرحان ان انا بكتب لك i am very glad to write to you انا فرحان ان انا بكتب لك how are you and your family كيف حالك وحال اسرتك how are you and your family i hope you are fine اتمنى تكونوا بخير i hope you are fine دي التلات جمل اساسية في بداية الايميل وبعدين اكتب الموضوع اللي انا بكتب عنه واروح جاي في الاخر ايه اللي see you soon اراك قريبا see you soon وبعدين امضي بقى تحت كده love وبعدين اسم الايه اللي باعت الايميل طيب تعالوا نشوف هنا ال dialogue احمد is asking حسن about his last holiday بيسأله عن اجاستو الاخيرة من اللي على الدور قوله ابراهيم hi حسن how was your holiday hi احمد هو بيقوله how was your holiday اجاستك كانت عاملة ايه هنا بنرد نقول it was لو كانت حلوة اقول it was nice it was great لو كانت وحشة نقول it was terrible it was bad دا لو كانت وحشة هنا it was great كانت رائعة اعمل لي سؤال بابراهيم هنا بيقولك i went to jordan by plane انا رحت الاردن بالطيار ويبقى ممكن نقول where did you go where did you go اين ذهبت and how where did you go and how رحت فين وز where did you go and how i went to jordan by plane رحت الاردن بالطيار واو سؤال اجابة no we stayed in a holiday flat مين مين ها يعمل السؤال مين الان الاجابة لما تبقى بيس أو no بنس قلب فعل مساعد مفيش فعل مساعد هنا دماغ دماغ we had wonderful view from the window كان في منظر جميل من الشباق did you swim in the sea yes i did oh yes we did لو كنا احنا مجموع how did you get to the castle ازاي وصلت للألعا ممكن نقول buy car ممكن نقول unfut قول يا فارس last week i space a nice time in new york i had a nice time in new york اكرم judي many things from the top of cairo tower yesterday yesterday ماضي saw يلا اقولي حبيبي the wind stopped and we went on a boat trip الكلام في الماضي يبقى هنا went فضل they didn't want برافا عشان did we didn't لازم بعدهم المصدر لجنبه photography فن التصوير bullet dancing and singing are kinds of art كل دي انواع من الفن art فضل the space says don't walk on the grass the sign says اليفطة بتقول don't walk on the grass لا تمشي على العشب قولي امين we usually space an email with high or dear we usually start an email عادة بنبدأ الاميل بhigh or dear حازم i lost my new ring انا فقدت الخاتم الجديد بتاعي ورا ورا pity يا للحسرة ورا pity شبنام on the nile there were a lot of boats كان في مراكب كتير يلا حبيبتي many tourists visit that space of the kings the valley of the kings صفوة we eat a lot of things at the cafe yesterday ate الماضي علشان yesterday who did you talk علشان did يبقى لازم المصدر they didn't feel علشان لازم مصدر بعد didn't علي it was windy yesterday علشان yesterday يبقى الماضي من is was تمام هنا بيقول write a paragraph about a holiday in Paris عن Augustine في Paris تعالوا شباب بنكتب عن a holiday in Paris a holiday in Paris اكتب في النوت بوك بتاعتك قرأتنا شباب لما بنكتب عن زيارة بنقول رح نعمة رح نزاي رح نمع مين عمل نعيه شوف نعيه في المكان يبقى هنا شباب هنقول مثلا في الشتاء الماضي انا زرت مدينة Paris بس بحيطة فضية في الشمال كده واقول ايه last winter last winter I visited Paris ممكن تبقى جزيز نص السنة last winter I visited Paris طبعا المدن والدول لازم تتكتب بحرف capital هقول انا رحت مع مين انا رحت مع عسرتي بحقول ايه I went there with my family I went there with my family رح نا بالطيارة باردو نفس الكلام we went there by plane we went there by plane بص اي مكان تروح لازم تروح رزع الجملة دي في الاول there is a lot to see and do there يعني في حاجات كتير تشوفها وتعملها هناك there is a lot to see and do there there is a lot to see and do there اي مكان هيبقى في حاجات كتير عشان تشوفها وتعملها احنا قولنا نكتب عن الطعام يبقى نقول the food is delicious the food is delicious وحولنا جربت اكل جديد على سبيل المثال على زور the food is delicious حولنا جربت اكل جديد i tried i tried new food like snails زي القواقع العماكن بال اللي في paris قولنا هتقول i visited the eiffel tower انا زرت برج ايفل i visited the eiffel tower وفامس place مكان مشهور لازم يتكتب بحروف capital في البداية i visited the eiffel tower ونقول عنو it's amazing مسلن it's wonderful it's amazing we also visited the lover we also visited the lover كمان زورنا متحف lover ونقول ماكن تانية كمان في paris قلنا عليها we had a walk اتمشينا on the river scene we had a walk on the river scene بعدين نوصف بقى المدينة كلها انها مدينة رائعة وانت لازم تزورها وكده ترشح الزيارة لشخص اقول paris is a great city مدينة عريقة paris is a great city ونقول بقى ان الناس هناك ودودين people in paris are friendly people in paris are friendly الناس هناك ودودين you should visit paris you should visit paris هناخد 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 دول homework يا شباب تمام 275 كل حاجة تعد اليونيت الجديدة والمرة الجاية هتاخدوا تست على يونيت 5 عندنا امتحان على يونيت 5 المرة الجاية انشاء الله thank you and goodbye اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة